موسيقى هاي كيف كون اليوم؟ رح نحكي اليوم عن الممارسة الجنس اسنق الحمل اكيد كثير منك نقذول انه بفكروا انه ممنوع نمارس اسنق الحمل يعني مفروض الواحد ما بقى يقرب عن زوجه ام الزوج ما بقى يقرب عن الزوجة خلال 9 شهر هذا تفكير خطأ بالحقيقة ممارسة الجنس معقولة بكل فترات الحمل إلا إذا الحكيمة النسائي منع للمرأة أن تمارس الجنس وما رح يمنع إلا إذا في حالات محددة يعني إذا صار في إجهاد كذا مرة قبل بغير حمل إذا نزل المشيمة والبلاسنتا ومنع بمحلة إذا نزلت ميت الولادة أم إذا صار في نزيف إسناء الحمل وكمان إذا الزوج عنده أمراض من تقلي جنسيا كرميل ما ينقل هالأمراض إلى زوجته بس برات هالحالات وبعد الحالات المراضية اللي بيحكي عنا الحكيمة النسائية المرأة فيها تمارس الجنس طبعا جسمها رح يكون مختلف يعني أول ثلاث شهر بركي تلعى نفسها وبما أنه ملخبتها هرموناتها بركي ما يتلعى بالها تمارس ويكون في شوية نشاف في المهبل يعني ما تجيب مضبوط إثناء الممارسة بس ابتداعا من تالي شهر وخاصة حوالها رابع وخامس شهر رح يصير فيه تدفق دم بالأعضاء التنسولية يعني إثناء الممارسة المرأة رح ترطب أكتر ورح تقدر تحس باللزة أكتر هالمرحلة كتير منيحة للممارسة الجنسية بين الزوجين لأنه المرأة رح يكون عندها حساس كتير قوية وفيها تشعر كتير باللزة خاصة أنه بهالمرحة اللي رح تكون بلشو الأهل رح يكونوا بلشو شايفوا البيبي على الصورة الصوتية يعني شايفوا شكلوا رتاحوا ما بقى خايفين ما أول ثلاثة شهر بيكونوا شوية خايفين أنا بركي أزو البيبي لا بس رح يبلشوا يشوفوا الجنين رح يرتاحوا ورح يقدروا يمارسوا الجنس بالشهر السابع الثامن طبعا المرأة رح يكون تقل وزنها وبركي بعض الوضعيات ما تقدر تمارسهم يعني بدأ تنتبه أنه ما يكون فيه إدخل كتير عميل كريمان ما تتضيق وما توجع بس الممارسة الجنسية ما فيها تعمل ولادة مبكرة بالعكس الممارسة فيها تحسن أما تسهل الولادة بس أبدا ما لنا خطر لولادة مبكرة وطبعا ننصح كل الأزواج أنه يبدلوا وضعيات بس يوصلوا على الأشهر المتقدمة إذن مثلا يجربوا وضعية الملاقع بيكون الزوج وراء زوجته بيكونوا كل زيناتهم مثل أحين على جنبهم هذه الوضعية كتير فيها حنان وحب وكتير تعطي متعة للزوجين وطبعا لازم الزوجين يحكوا بالموضوع لأنه بعض النساء ما بيحبوا ممارس الجنس إثناء الحمر يعني لازم يحكوا بالموضوع وبعد الرجال ما بيحبوا ممارس الجنس إثناء الحمر دونك الكلام والتواصل كتير مهم وإذا ما بدكم عمتوجه ومش مرتحين ما تمتنعوا عن المداعبات وعن التبويس لأنه إذا بعض الزوجين إثناء الحمل رح يكون صعب لقلهم أنه يرجعوا بعدين يتقربوا مع الولادة وإذا محتمين أنه تعرفوا أكتر عن ممارسات الجنسية حول الولادة تابعونا على شاشة وقناة بوليا وكمين تابعونا على مايس سوشال ميديا الفيسبوك تويتر ويوتيوب باي باي